وانا اعرف فوايد الجنزبيل من العلم لما يتكلم سامع هس فوايد الجنزبيل يا دكتورة للكمار والصغيرين حلو جداً للمناعة بتاعتنا وكل حاجة والتحسين برضو وصحة الجهاز الهضمي بس تخلي بالنا من حاجة بيعلي يعني الضغط بتاعنا يعني لو احنا مرض ضغط مايفضلش ان احنا ناخده بصورة مستمرة يعني مع مرض الضغط يقلل منه اه وفي نسبة املاح عالية فما يفضلش برضو لو حد عنده املاح نوى يشرب جنزبيل بصورة مستمرة اه يعني ناخد بالنا من الحاجات دي حلو اه يعني يقلل منه اه يقلل منه طيب الجنزبيل والقرفة دايما فيه علاقة حب بينه جنزبيل وقرفة بس بيعلوا الحرق او لا بقى ده ملوش علاقة بجد يعني ما فيش اي حاجة تقول كده يعني فهم الفكرة هي مشروبات صحية وحلو جداً ان احنا نشرب علشان لو احنا مش منحب المياه قوي اه او كده فبنقدر نعوض بسويل دفي على مدار اليوم اه صحياً كويسة بس مش بتعلي الحرق مش بتعليها او مش بتسبب ان احنا ننزل في الوزن ايضا جنزبيل والقرفة خارص يعني بيكساعد حاجة بسيطة مع معلات عسل مثلاً لا ماشي حاجة صحية بس ان هي اتعلي الحرق بتاعنا والكلام والنصف للدهون والحاجات دي لا مفيش خارصاً